تفقد محافظ محافظة أبيانل وأبو بكر حسين سالم سير العملية التعليمية في مدرسة الرابع عشر من أكتوبر بعاصمة لمحافظة جنجوبار وذلك للإطلاع على الصعوبات التي تواجه سير الدراسات فيها والعمل على معالجتها واستمع المحافظ من وكيلة مدرسة الرابع عشر من أكتوبر منال الداهية استمع إلى شرح مفصل عن سير الدراسة والامتحانات الشهرية والتحديات التي تواجههم ووجه المحافظ ببناء ثلاثة فصول دراسية وإعادة تأهيل سرر المدرسة وتوفير براد ماء للطلاب وصرف حافظ للمعلمات المتطوعات كما وجه المحافظ مؤسسة المياه والصرف الصحي بإصلاح شبكة المياه والصرف الصحي في المدرسة شاكراً الجهود التي تبذل من قبل كوادر المدرسة وعلى صعيد المتصد زارة محافظ محافظة أبيانل وأبو بكر حسين سالم مجمع الدكتور علوي مبلغ النموذجي للتعليم الأساسي والثانوي للبنات بحي الأثار بمدرية خنفر الذي تم بنائهم من قبل البرنامج الصعودي لتنمية وإعمار اليمن واستمع المحافظ إلى شرح مفصل عن سير العملية التعليمية والصعوبات التي تواجههم مشيداً بالجهود التي تبذل من قبل إدارة المجمع وموجهاً بصرف رواتب للمعلمات المتطوعات في المجمع ومعالجة مشكلة الكهرباء فيه لتخفيف معاناة الطلاب وخاصة مع زياد درجة الحرارة